حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أتابع معكم سلسلة النصائح القرآنية كيف تحفظ القرآن من دون معلم فقط بطريقة الاستماع والتدبر والخشوع والتأمل والتفاعل مع هذه الآيات لأن هذا هو هدف إنزال القرآن لنفهمه ونطبقه ونتأثر به وتخشع قلوبنا أمام هذا الكلام الرائع كلام الحق سبحانه وتعالى أحبة في الله توقفنا في لقاء سابق عند سورة الملك وقلنا لا تحفظ القرآن حفظا ميكانيكيا بل حفظا تدبريا يعني أنا لا أريد من الشخص أن يفتح ويحفظ أول وجه يكرر يعتبر نفسه انتهى ثم يحفظ وجه آخر صفحة أخرى ويفرح بذلك ويقول أنا حفظ صفحتين ثم بعد ذلك يكرر هذه العملية ثم يأتي ويقول أنا ختمت القرآن طيب وماذا بعد ذلك؟ طبعا القرآن فيه أجر حتى لو لم تفهمه على الفكرة حتى لو أنك تقرأه ولكن بشرط أن تكون نيتك خالصة ابتغاء وجه الله كل حرف لك به عشر حسنات والثواب عظيم ويغير في شخصيتك ويغير حياتك وتجد البركة فيه ولكن ليس هذا هو الهدف أيها الحب هذا جزء صغير جدا من هدف إنزال القرآن جزء صغير جدا أن نحفظه واحد بالألف أما الهدف الأكبر هو التدبر لماذا الله تعالى لم يقل في القرآن أفلا يحفظون القرآن لماذا لم يقل أفلا يقرؤون قال أفلا يتدبرون لأن المطلوب منك أن تفهم وتعقل على فكرة المنافقون معظمهم يحفظوا القرآن وهو يوم القيامة يعني هو يحفظ قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا يجدون ولي ولا نصير في الدرك الأسفل حتى أسوأ من الملحد المنافق يحفظ هذه الآية ويقرأها ولا يفهمها لأنه ينافق إذن أيها الأحبة أنا الطريقة التي أقدمها هي طريقة التدبر والفهم وأن تجلس مع الآية إن شاء الله سنة المهم أن تفهمها وليس الهدف أن تحفظ كثير من الصحابة ماتوا رضوان الله عليهم في غزوة بدر غزوة بدر نحن نعلم أنها وقعت في المدينة وكان القرآن المدني يعني لم ينزل كل القرآن صور كثيرة لم تنزل يوم غزوة بدر والذين ماتوا من قتلوا واستشهدوا من الصحابة الكرام النبي شاهد لهم أنهم في الجنة وبالتالي لم يكونوا قد حفظوا القرآن كاملا إذن القضية أحبة في الله احفظ آية وطبقها خير من أن تحفظ القرآن ولا تفهم شيئا الحفظ بتدبر إذن أحبة في الله الله تعالى يقول في سورة الملك ينبغي أن يعني السورة التي تحفظها ينبغي أن تقرأ حولها أولا ما أهمية هذه لماذا أحفظها اطرح سؤال على نفسك لماذا أحفظ هل لمجرد أن يقال أني حافظ هل لمجرد أن أفتخر ما هو الهدف يعني هل تعمل في مجال معين ينبغي أن يكون هدفك هو الفوز بلقاء الله النجاة من عذاب القبر السورة التي شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة هي سورة الملك 30 آية سورة قصيرة ليست طويلة عندما تفتح القرآن وأنت تتشوق لقراءة هذه السورة وحفظها وقراءتها كل يوم قبل النوم ستشعر بمتعة لا تشعر بها أثناء الحفظ الميكانيكي يعني الببغاء أن تحفظ فقط لا تدخل إلى هذه السورة وفي داخلك تهيئ نفسك تقول ماذا يوجد في هذه السورة لماذا هذه السورة شفعت لصاحبها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير مباشرة الله عز وجل وضعك أمام حقيقة أن كل هذا الكون بيد الله لا تظن أن أحد قادر أن يؤذيك إلا بأمر الله الكل يقع في ملكي وهو على كل شيء قدير طيب أنا رزقي ضيق الله قادر أن يرزقني طيب أنا مريض الله قادر أن يشفيني يجب أن تضع هذا الاعتقاد وأنت تقرأ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الموت أولا ثم الحياة هنا أتساءل لماذا الموت لأنه هو بداية الحياة الحقيقية ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور عزيز قوي العزة والقوة لله وبنفس الوقت هو غفور لك طيب أنا يعني أتساءل الآن كيف يمكن أن أكون قريبا من هذا الإله العزيز الغفور طيب ماذا أفعل تأتيك الآيات التالية الذي خلق سبع سماوات طباقا طيب لماذا يقول لي الذي خلق سبع سماوات ليدعوني أن أتأمل في خلق الكون أتأمل إعجاز السماء والأرض وإلا القضية ليست مجرد كلام يجب أن أتأمل في على الأقل أرى يعني بعض فيديوهات الإعجاز العلمي في الكون لأفهم ما هذه السماوات كيف نشأت كيف خلقت ماذا يوجد فوقنا كم عدد المجرات عندما أدرك أن يعني يعني أبعد مجر مكتشفة تبعد عن 13 مليار سنة ضوئية والسنة الضوئية هي ما يحتاجه الضوء أن يسير أن يقطعه في سنة كاملة وسرعة الضوء في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر فهنا يتوقف العقل القرآن يدعوني أن أتأمل الكون الذي خلق سبع سماوات انطباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور لا يوجد فراغات لا يوجد تشققات لا يوجد اختلافات في خلق الله القانون الذي تراه على الأرض هنا قانون الجاذبية نفسه في أبعد مجرة ليس هناك اختلاف وتفاوت لو كان هناك إلهان في الكون لرأينا كل إله يضع قوانين يعني شركة يأتي مدير يضع قوانين ويسير بهذه الشركة عندما يذهب يأتي شخص آخر يضع قوانين مختلفة تماما فنقول هناك مدراء متعددون ووجهات نظر متعددة أما أن نرى كل شيء في الكون واحد القانون واحد قانون الجاذبية واحد قوانين الكثافة واحدة كتلة الإلكترون هي ذاتها على الأرض وفي المريخ وفي السماء وفي المجرد هذا يدلك على أنه إله واحد سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور وهنا عبارة أو الأمر الإلهي فارجع البصر لا يعني ليس أن تحدق هكذا لا يعني ابحث أرجع كرر البحث والدراسة حاول أن تجد هل هناك أخطاء في الكون؟ لا هل هناك مثلا خلل في الكون؟ لا هل هناك فراغات في الكون؟ لا حتى أن العلماء الذين ادعوا أن هناك فراغات في الكون عادوا وقالوا الكون ليس فيه أي فضاء أو فراغ بل هو مشغول بالمادة والطاقة وهناك مادة مظلمة وطاقة مظلمة تقريبا تشغل أكثر من 95 أو 96% من الكون لا نراها إذن القرآن يدعوك للبحث والتدبر والتفكر ويتفكرون في خلق السموات والأرض أنا ينبغي عندما أقرأ هذه الآية أن أتأملها أن أذهب مباشرة وأدرس الكون ليس الهدف أن أحفظ كما قلت لكم أيها الأحبة هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير دلالة على أنك أيها الإنسان قدراتك محدودة قدرة البصر لدى الإنسان محدودة لذلك اليوم العلماء يستخدمون تيلسكوبات راديوية تعمل بالأشعة الراديوية لأنهم لا يستطيعون أن يروا النجوم البعيدة هناك نجوم لا تستطيع أن تراها لا بعينك ولا بمرصد هبل ولا حتى لو استخدمت أعظم المراصد لا ترى ولكن يستخدمون مرصد راديوي قطره مئات الأمتار يلتقط الأشعة أو الموجات الراديوية القادمة من هذه النجوم فيلتقطها ويحللها بطريقة خاصة ويقول لك في المنطقة الفلانية بالإحداثات الفلانية هناك نجم بعده كذا حجمه كذا هناك مجرة فيها مئة ألف مليون نجم شكلها كذا سبحان الله فقط بلغة الإشارات إذا بصرنا يعود خاسئا وهو حسير يعني ضعيف غير قادر على اختراق أعماق الكون فهذه الطريقة التدبرية أيها الأحبة تجعلني أولا أستمتع بحفظ القرآن عندما أقرأ هذا الكلام أوسع مداركي أوسع دماغي نظرتي للحياة أسمو فوق المشاكل فوق التفاهات هذه التي تدمر تدمر العالم الإسلامي اليوم هذه المهاترات والحروب والحقد دعونا نسمو فوق هذه اللغة أيها الأحبة نتعمق في لغة الكون التي وضعها الله في القرآن إذن أحبة في الله لا أطيل عليكم إن شاء الله أنا سأستكمل في اللقاء القادم آيات من سورة الملك وطريقة تدبرها وتأملها وحفظها ولا تنسوا أن أفضل طريقة هي الاستماع المتكرر يعني ما الذي يمنعك أن تأتي بالموبايل موبايل مثلا الإنترنت اليوم موجود أي موقع تنزل منه سورة الملك بصوت أنت يعني تحبه صوت مقرئ المقرئون كثر الحمد لله والمواقع كثيرة والتطبيقات كثيرة ثم تستمع إلى هذه السورة وبخاصة قبيل النوم لأن العقل الباطن يكون متصلا مع العقل الواعي في هذه اللحظات وتكرر هذه السورة وكل مرة تفكر بمعنى جديد كل مرة تفكر بمعنى جديد وتبقى هكذا أيام ثم بعد ذلك تفتح القرآن وتقول عندما تدرك أنك أصبحت أصبحت السورة مألوفة تماما بكل كلماتها تفتح القرآن وعندما تقرأها أولا تتجنب الأخطاء لماذا؟ لأن الأحكام التجويد والضمة والفتحة والحركات هذه انطبعت في دماغك وبالتالي سوف تقرأها قراءة صحيحة تتجنب الأخطاء لن تحتاج إلى من يدقق أو يصحح لك لأن الموبايل تستطيع أن تسجل صوتك وتستمع له مرة ثانية هذه أيضا تقنية يمكن أن تستخدمها ولكن تقنية الاستماع أهم استمع كثيرا ثم تجلس وتتأمل وجدت كلمة صعبة على جوجل معنى كلمة كذا يعطيك معنىها فورا تفسير آية كذا مباشرة اقرأ التفاسير متعددة اقرأ معاني الكلمات لا تترك هذه السورة إلا وقد فهمتها وتدبرتها وغيرت حياتك بالكامل ثم تنتقل إلى السورة الثانية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه علم حكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق